تقول عندي سؤال كيف نرد على من يطعم بالأحاديث النبوية و صحيح البخاري و يقولون أين الدليل على صدق هذه الأحاديث و من هو البخاري حتى نصدقه لأن كثيرا ما أصادف أشخاص يقولون نحن نتبع القرآن فقط و يطعنون في الأحاديث سمر من سوريا بارك الله فيك و رضي الله عنك أولا أخت الفاضلة بالنسبة للدين الإسلام قائم على أصلين عظيمين لا ينفكان أبدا القرآن و السنة و لذلك دين الإسلام قائم على هذين الأصلين الركنين العمودين الساقين ما يمكن أبدا أن يقوم الإسلام على واحد منهم أبدا و لذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول قل جل وعلا و من يعص الله و رسوله فإن له نار جهنم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول هذه قاعدة ما يمكن أبدا أن يقوم دين الإسلام إلا على القرآن و السنة الأمر الثاني أن في القرآن الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة و السلام فكل من يقول والله أنا فقط أعتمد على القرآن و لا أعتمد على السنة الواقع بأنه مكذب للقرآن و لا يعتمد على القرآن لأن عشرات النصوص تأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه قل جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يعني السنة قل جل وعلا هو الذي أرسل في الأميين رسوله من يطلع عليهم آياته ويزكيم ويعلمه الكتابة والحكمة يعني السنة ولذلك القرآن مليء بالأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام فقول الشخص والله أنا أعتمد للقرآن فقط وأرفض السنة والواقع بأنه ما آمن بالقرآن كله آمن ببعض ولا يمكن أن يصح إسلام شخص يؤمن ببعض القرآن والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ويقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين نصوص عشرات النصوص جاءت لتؤكد على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه والله جل وعا يقول وما ينطق عن الهوى منه إلا وحي يوحى الأمر الثالث بالنسبة للمتأمل في الدين يجد بأن القرآن إنما هو قواعد عامة مجملة والبيان موكول إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس طيب الله عز وجل أمر بالصلاة أين هناك خمس صلوات في القرآن هذا البيان للنبي عليه الصلاة والسلام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الصلاة والزكاة ما عندنا تفاصيلها تفاصيلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ما يتعلق ببقية الأحكام بل هناك أحكام زائدة على القرآن شرعها الله وأوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فلذلك الدين يتعطل إذا ما أعملنا السنة النبوية حتى قال بعض العلماء القرآن يحتاج إلى السنة والسنة ما تحتاج إلى القرآن يعني من باب البيان يعني تبيين المجمل تخصيص العام تقييد المطلق مثلا هكذا طيب ما الفائدة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أليس الله جل وعلا قادر أن ينزل هذا الكتاب على جبل ولا على شجرة ويقول للناس يهدي الناس ويلهمهم إلى هذا القرآن ما الداعي لبعتة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ما نعترب بسنته الأمر الآخر بالنسبة للسنة النبوية الغريب جدا أن بعض الناس ما يعرف إلا البخاري طيب هناك قبل البخاري يعني علماء صنفوا وصنفاتهم هذه أصول عند أهل الإسلام أصول عند أهل الإسلام الإمام مالك ألف الموطأ قبل البخاري الإمام أحمد صنف المسند قبل البخاري البخاري من تلاميذه جمع من العلماء صنفوا في الحديث وكتبوا في الحديث السنة النبوية لا تعتمد على كتاب واحد البخاري ومسلم وموطأ أحمد ومسند الشافعي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن أبي داود والنسائي وعندنا المعاجم الثلاثة للطبراني وعندنا مصادر كثيرة كثيرة مصادر يعني في جمع السنة البخاري رحمة الله عليه إذا تقولين والله يقول من هو البخاري طبعا الجاهل عدو نفسه وكون الجاهل ينفي شخصية رمز العالم كله يعرف البخاري هذا لا يعني أن البخاري غير موجود البخاري عالم من العلماء شهد له القاصي والداني بإمامته وبأنه اجتهد في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستخلص ما صحب من خلال شروط وضعها رحمه الله تعالى ولذلك الآن نحن مثلا في الجامعات عندنا في دور الإفتاء حتى في الدروس ما يقولون فقط ما نعتمد إلا على البخاري أبدا يروون أحاديث ليست في البخاري موجودة في موطأ الإمام مالك بن أنس موجودة في مسند الإمام أحمد مثلا ابن حنبل موجودة في السنن الأربع موجودة في المعاجم موجودة في كثير من المسانيد أيضا هناك مسانيد كثيرة ما يقولون والله ما عندنا إلا البخاري البخاري رحمة الله عليه جمع هذه الأحاديث وحرص على أن يأتي بما صح من حيث الإسناد ولذلك اخت الفاضل أبارك الله فيك الرد عليه من خلال الخطوات اللي ذكرت لك ولذلك من لم يؤمن بالسنة مطلقا يقول أنا لا أؤمن بالسنة وما أعرف إلا القرآن هو في واقع الأمر يعني هو مكذب للقرآن مكذب للقرآن أمارنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباعه والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة يعني حذرنا من هذه النابتة وهذه الفكرة أنها ستظهر في يوم من الأيام فقال عليه الصلاة والسلام لا ألفي أن رجلا متكع على أريكته يقول ما وجدنا في هذا القرآن ما أحللناه وما وجدنا فيه ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه يعني كأنه يقول ولا نعترف بغير ذلك وهؤلاء شرار الخلق بالمناسبة لماذا؟ لأنه يريدون هدم الإسلام سواء يعلمون أو لا يعلمون سواء هو يدري قاصد أو مغفل ما يدري هو يريد هدم الإسلام والحمد للإسلام حفظه الله عز وجل فالله عز وجل حفظ القرآن وحفظ السنة ولذلك السنة هذه معجزة من المعجزات في مسألة جمع السنة وجمع الأحاديث هذه بعض الناس مسكين ما يدري يسمع هذه الأسماء وما يقرأ في تراجمها ما يقرأ في يعني هذه المسألة كيف جمعت الأحاديث الآن كتب فيها العلماء كيفية جمع الأحاديث وكيفية تصفية الأحاديث تنقيتها من يعني الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود كل هذه موجودة هي عملية عظيمة تشير إلى أن أهل الإسلام قاموا بشيء يمثل معجزة من المعجزات وهذا كله يدخل تحت قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى بعض أصحابي عن أمور دنيوية ويحصل كذا يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم ما حدثتكم به عن الله فخذوه ما يعني خرج من بين هاتين يعني شفتين إلا وحي حق من الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول على الله إلا الصدق ولا يقول على الله إلا الحق وينزل عليه جبريل بالوحي بارك الله فيك هذا مختصر جمعت قصدي قلت لك في آخر آخر البرنامج وقد ضاق الوقت عموما يعني احرصي على أن تكون هذه المسألة فرصة لك أنك تتوسعين في القراءة في مسألة جمع الحديث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم